إذن مشاهدين نعود لملف الابتزاز الإلكتروني مع ضيفتنا لنشرة الرئيسة المختصة بأشأن القانوني المحامية نور جواد كاظم أهلا بكي السيدة نور في النشرة الرئيسة نعود مجددا لملف الابتزاز الإلكتروني وبحسب التقارير التي أصدرتها الشرطة المجتمعية فإن في عام 2023 قدمت دعما نفسيا ومعنويا لأكثر من 9300 ضحية وسط تزايد العصابات التي تمتهن الابتزاز الإلكتروني برأيك سيدة نور هل تحولت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى آفة خطيرة تهدد المجتمع؟ مساء الخير سيدة طبعا جرائم الابتزاز الإلكتروني جرائم حديثة وتزايد ليس فقط في العراق وإنما في العالم كله وما كل حد الآن قانون صريح لجرائم الابتزاز الإلكتروني ولكن أجهزة الشرطة ما زالت تتعامل مع مواد قانون العقوبات لسنة 1969 لقانون 111 وفق أحكام المادة 430 و431 و432 مواد التهديد كون هذه الجريمة جريمة حديثة ومثل ما قلت حضرتك هي جريمة آفة جديدة ليست فقط في العراق وإنما في باقي بلدان العالم وليس فقط العراق لم يضع تشريع قانوني لهذه الجرائم وإنما هناك عدة دول لم تضع لحد الآن قانون لهذه الجرائم كونها جرائم حديثة وهي جرائم داخلة وفق الأسر العراقية وهناك جرائم تصل إلى المبتز لطلب مواد مالية أو لمنعها من انتشار عمل للمبتزين نعم ستوى سبب هذه الابتزازات تكون عدم الرقابة الأسرية بالأخص للأعمار الصغيرة الأعمار المراهقين أو لثقة الناس بالأشخاص الغرباء والصداقات من أشخاص غرباء وإبشاء أسرارهم لهذه الأشخاص فتكون هذا سبب رئيسي يستغله المبتز لابتزاز هذه الناس نعم سيدة نور هل لبطالة دور في تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وأيضا قلت الخبرة بالتعامل مع مواقع تواصل الاجتماعي نعم طبعا البطالة الكثيرة أدت إلى أشخاص كثيرين للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لابتزاز الكثير من الناس وهناك ناس لا تعرف استخدام هذه الوسائل وبرامج التواصل الإلكتروني فتقوم بالاطمئنان لأشخاص غرباء خصوصا نحن الآن بظاهرة جديدة ليست فقط في الابتزاز الإلكتروني وإنما في تحويل المالي التحويلات المالية هناك ناس عد لا تعرف ليس لديها معلومات كثيرة عن التحويلات المالية وعدها فقر في التعامل مع البرامج الإلكترونية فيدخلون أشخاص عبر هذه البرامج ويستغلون عدم معرفة هذه الناس بهذه البرامج ويستغلون بأخذ حساباتهم المالية فأصبحت ظاهرة جدا خطرة في مجتمعنا الحالي طيب ستنور من هي أكثر الفئات التي تتعرض للابتزاز الإلكتروني في المجتمع؟ هل فئة النساء وماذا السبب؟ ما هو السبب؟ طبعا هي فئة النساء أكثر كونها تحكمها العاطفة ويدخلون أشخاص عدة بالصداقات لهذه النساء واستغلال عاطفة هذه النساء واحتياجهم لأصدقاء وأشخاص يكونون بالقرب منهم ويستغلون هذا الشيء بتصوير فيديوهات مخلة بالشرف ويقومون بتهديد هذه النساء ووجود حالات كثيرة وشكاوي كثيرة من نساء كثيرة بخصوص هذا الموضوع من أشخاص غير معروفين أو يتواصلون مع أشخاص وهميين وصفحات وهمية فيتعرضون أكثر من الرجال لهذه المواضيع ونحن لا نستثني الرجال من هذه المواضيع لكن النساء أكثر تكون نعم المختصة بشأن القانوني المحامية نور جواد كاظم شكرا جزيلا لانضماميك معنا نور جزيلا لانضماميك معنا